اشتركوا في القناة فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَاءَ لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث فهذا هو المجلس الثالث من سورة فهذا هو المجلس الثاني يبدأ بقول الله تبارك وتعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضعوا إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير قولوا تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ابتداء خلق أبيكم آدم كان من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ولهذا قال تعالى ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا أي ذكرا وأنثى لطفا منه سبحانه وتعالى ورحمة أن جعل لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلها من جنسكم كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقال من آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ فَهُوَ جَلَّ وَعَلَا هُوَ الْعَالِمُ بِذَلِكَ لا يخفى عليه شيء وقال هنا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى من أنثى يشمل أي أنثى سانكارت من بني آدم أو من الجن أو من الطير أو من البهائم أو من الوحوش وغيرها وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وقال تعالى وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٌ وقد تقدَّم الكلام في سورة الرعد على قول تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقوله وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ أي ما يعطى بعض النُطَف من العمر الطويل يعلمه الله سبحانه وتعالى وهو عنده في الكتاب الأول وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِه الضمير عائد على الجنس كما يقول بالكثير لا على العين لأن العين الطويل للعمر في الكتاب وفي علم الله لا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِه لكنه عائد على عاد الضمير على الجنس كما يقول قال ابن جرير وهذا كقولهم عندي ثوبٌ ونصفه أي ونصف آخر يعني هنا الله يقول وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِه يعني من عمر الشخص أي شخص كان إلا في كتاب إلا في كتاب يعني في اللوحة المحفوظ وجاء عن ابن عباس ليس أحد قضى الله له طول عمر وحياة إلا وهو بالغ ما قدَّر الله له من العمر وقد قضى الله جل وعلا له ذلك فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدَّره الله سبحان الله لا يزاد عليه ولا يُنْقَصُ منه ولا يُنْقَصُ من عمره الذي يموت قبل ستين سنة وقيل الذي يُنْقَصُ من عمره هو ما لفظته الأرحام من الأولاد من غير تمام الذي يسمى السِقْط وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسيرها ألا ترى الناس يعيش الإنسان مئة سنة وآخر يموت حين يُولد فهذا هذا إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير طبعا زيادة العمر ونقصانه هو بأمر الله وهذه كلام للعلماء فيما يتعلق هل هناك أمور تزيد في العمر وما هي الزيادة هل هي الزيادة حسية أو معنوية وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من أحب أن يُبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه وهنا من العلماء من قال إن الزيادة زيادة حقيقية فيكون الآدمي له أجلان أجل تعلمه الملائكة وأجل مغيب في علم الله فإذا وصل رحمه والله عالم بحقائق الأمور هل سيصل أو لم يصل فإذا وصل رحمه جاءه جاءته الزيادة التي كتب الله مثل الإنسان أفرضاً عمره أن الله كتب عمره تسعين سنة إذا وصل رحمه وعمره ستين سنة إذا لم يصل رحمه فالملائكة لا تعلم العمر المعلق اللي هو التسعين إنما تعلم العمر الستين فإذا قيل لهم إذا وصل الرحم أوصلوا للتسعين وإذا لم يصل الرحم فأوصلوا للستتين فهذا يسمونه الأجل المعلق أو العمر المعلق وقيل إن طول العمر وقصره إنما هو بحسب البركة فقد يعيش الإنسان عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو خمسين سنة ويكون كأنه عاش مئات السنين نظراً لما نفع الله تعالى به من أمور الخير والعلم والعمل والدعوة إلى آخره وبعض الناس يعيشوا تسعين سنة ومئة سنة ولكأنه عاش الله عشر سنوات أو خمس سنوات نظراً لقصر ما عمل من الصالحات والخيرات وما إلى ذلك وأول هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله وللسيوطي رسالة في موضوع زيادة زيادة العمر ونقصانه من رغب أن يراجعها إن ذلك على الله يسير فهو سهل عليه سبحانه وتعالى يسير لديه لا يخفى عليه منه شيء ثم قال تبارك وتعالى وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران هذا إخبار عن قدرته جل وعلا وحكمته ورحمته أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم وأنه لم يسوي بينهما لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتا شرابها سائغا لينتفع بها العباد في شربهم وزراعتهم وحرثهم وأن يكون البحر ملحا أجاجا لأن لا يفسد الهواء المحيط بالأرض وبروائح ما يموت في البحر من الدواب ومن الحيوانات ولأن البحر ساكن لا يجري فملوحته تمنعه من التغير سبحان الله النهر جاري والبحر ساكن فالنحى أن البحر بما أنه ساكن قد يموت فيه دواب ويموت فيه حيوانات وكذا فملوحته تمنع من التغير ولتكون حيوانات أيضا أحسن وألذ ولهذا قال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار تكون مادته مالحة مرة وهذا ملح أجاج أي مر ومن كل تأكلون لحما طرية يعني السمك وتستخرجون حلية تلبسونها كما قال تعالى يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان وترى الفلك فيه مواخر وفي سورة النحل وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك فيه مواخر أي تمخره وتشقه بمقدمتها المسنمة الذي يشبه جؤجو الطير وهو صدره تمخر الريح السفن ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام الكبيرة جداً لتبتغوا من فضله بأسفاركم بالتجارة من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم ولعلكم تشكرون تشكرون ربكم على فضله وعلى نعمه وعلى تسخيره هذا الخلق العظيم وهو البحر تتصرفون فيه كما تشاءون وتذهبون كما تريدون ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه يأخذ النهار من طول الليل ويزيد والعكس ويعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا ويطول هذا ويقصر هذا يتقارضان في الصيف وفي الشتاء يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير كل من كل يجري لأجل مسمى يعني إلى يوم القيامة ذلكم الله ربكم الذي فعل هذا هو الرب العظيم القادر على كل شيء الذي لا إله غيره والذين تدعون من دونه من الأنداد والأصنام سواء كانت من الأحجار أو غيرها ما يملكون من قطمير وهي اللفافة التي تكون على نواة التمر يعني لا يمكن من السماوات والأرض شيئاً ولا بمقدار هذا القطمير وهذه الآية سبق نظيرها في قريباً في قوله تعالى في سورة سبع قل يدعوا الذين هنا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هنا قال ما يملكون من قطمير وفي سورة النساء ولا يظلمون نقير ولا تظلمون فتيل الفتيل والنقير والقطمير كيف نفرق بينها تفضل النقير النقر هذه الحفرة التي تكون عن نواة نعم والفتيل الذي يكون في شق النواة كالحبل الصغير خيط والقطمير اللفافة التي تكون على على نواة التمر فهنا ما يملكون من قطمير ثم بيّن الله ذلك بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يعني هذه الآلهة التي تدعونا من دون الله لأنها جماد لا روح فيها لو دعوتموها ما أجابت الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم يعني لا يقدرون على ما تطلبون منهم لو فرضنهم سمعوا ما استطاعوا أن يجيبوا ثم قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم ومن عبادتكم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقد سبق قريبا كيف تجري المحاورة والمناقشة وبين الأتباع وبين متبوعيهم وهنا قال وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ويكون عليهم ضد ولا ينبئك مثل خبير أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها وهو الله جل وعلا قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى فإنه أخبر بالواقع لا محالة ثم أخبر جل وعلا عن غناه التام وفقر العباد إليه فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله لأن العبد فقير إلى الله والفقر والفقر وصف ذات لازم له كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمة والخير إن جاءنا من عنده ياتي قال والفقر وصف ذات لي أبدا كما الغنى وصف له ذات يقول أنا العباد هذا الفقر وصف ذات لهم كما أن الغنى وصف ذات الله تبارك وتعالى فالعبد العبد فقير حتى لو كان عنده مال ونولد العبد فقير إلى الله لو كان مؤمنا تقيا نقيا مهتديا فهو فقير إلى الله فالفقر لازم للعبد كما أن الغنى لازم لله تبارك وتعالى أنتم الفقراء إلى الله محتاجون إلى الله في الحركات والسكنات والله هو الغني المنفرد بالغنى وحده الحميد الذي يحمد على يحمد لذاته سبحانه وتعالى ويحمد على شرعه وقدره وخلقه وأمره ونهيه إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم وهذا ليس بممتنع على الله سبحانه وتعالى وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا وازرة وزرة أخرى أي يوم القيامة لا تزروا وازرة وزرة أخرى وهذه الآية سبقت في مواضع من القرآن أنها لا تزروا وازرة وزرة وزرة نفس أخرى كل نفس بما كسبت رهينة وإن تدعو مثقلة إلى حملها أي وإن تدعو نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرباً ولو كان هذا الشخص قريباً إليها بل لو كان حتى ولو كان أباها أو ابنها كما قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه والصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يوم شأنه يغني كل إنسان مشغول بنفسه وقال عكرمة وإن تدعو مثقلة إلى حملها هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا لما كان يغلق بابه دوني وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له يا مؤمن إن لي عندك يدًا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو في النار وإن الوالد لا يتعلق بولده يوم القيامة فيقول أي بني أي والد كنت لك إلى آخر ما ذكره إلى آخر هذا الأثر الذي ذكره عكرمة فهو يقصد أن وحياناً الإنسان هو لا ينفع إلا بأمر الله لا ينفع إلا بأمر الله لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبي وصاحبتي وبنيه إلا الشفاعة والشفاعة لا تكون كما سبق إلا بإذن الله ورضاه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة أي إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنهى الخائفون من ربهم الفاعلون ما أمرهم جل وعلا به ومن تزكَّى فإنما يتزكَّى لنفسه ومن تزكَّى من اتعظ من عمل صالحاً فإنما يعود هذا على نفسه وإلى الله جل وعلا المرجع والمآب وهو سريع الحساب وسيجزي كل عامل بعمل إن خيراً فخير وإن شرًا فشر من تزكَّى فإنما يتزكَّى لنفسه قال تعالى قد أفلح من زكَّاها وقد خاب من دسَّاها ثم ضرب تعالى مثلاً للمؤمنين وللكافرين فالمؤمنون أحياء والكافرون أموات كما قال تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون فقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يُسمع من يشاء وما أنت بمُسمع من في القبور إن أنت إلا نذير فكما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة لا يستوي الأعمى والبصير كذلك بينهما فروق كثيرة ولا تستوي الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور الحر السموم كذلك الأحياء والأموات لا يستوون فهذا مثل ضربه الله للمؤمنين المهتدين الذين من الله تعالى عليهم بالهداية وهم الأحياء وللكافرين وهم الأموات أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها وقال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي على صراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة حتى يستقر به الحال في الجنة والكافر أعمى أصم في ظلمات يمشي لا يخرج منها والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فهو في ضلالة وتيه في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى السموم والحميم والحرور وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إن الله يسمع من يشاء أن يهديهم إلى سماع الحجة وإلى قبولها إن الله يسمع من يشاء يهديهم إلى سماع الحجة وإلى قبولها وإلى الإنقياد لها وما أنت بمسمع من في القبور كما لا يسمع ولا ينتفع على أموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب الله عليهم الشقاء لا حيلة فيهم ولا تستطيع أن تهديهم كما سبق في سورة النمل في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إن أنت إلا نذير أي إنما عليك البلاغ والإنذار والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أي ما من أمة من الأمم خلت من بني آدم ومضت إلا وقد بعث الله إليهم النذر كما قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وكما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فهم هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام يقومون بهذه النذارة ليخرجوا الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور وكل أمة لها نذير رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لتقوم الحجة على الناس وإن من أمة إلا خلاء فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وهي المعجزات والأدلة الظاهرة وبالزبر وهي الكتب السابقة وبالكتاب المنير أي الواضح البين ثم أخذت الذين كفروا مع هذا كل معالي البينات ومع فصاحة الرسل وبيانهم ومع ما جاءوا به من الأدلة والبراهيد كذبوا رسلي فكيف كان نكير ثم أخذت الذين كفروا لما كفروا أخذهم الله بالعقوبة والنكال فكيف كان نكيري أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً شديداً بليغاً حيث عذبهم الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى مبيناً أيضاً أدل على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من شيء واحد كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان غير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهنا قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها هذا أصفر وهذا أحمر وهذا أخضر وهذا حلو وهذا حامض وهذا مر وهذا كذا وهذا كذا مختلفاً ألوانها وهذا مشاهد من تنوع الألوان والطعوم والروائح مع أن النازل واحد والأرض واحدة سبحان الله النازل واحد وهو الماء والأرض واحدة ومع ذلك يسقى بماء واحد وفي أرض واحدة وبعض وهو متفاوت الطعوم والأشكال والأنواع والألوان والحجم الأحجام متفاوتة فهذا دليل على عظيم قدرة الله تعالى ومن الجبال أيضاً ومن الجبال وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو مشاهد جبال بيض وحمر وفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة سبيل وطريق ومن الجبال جدد ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود قال عكرمها الغرابيب السود هي الجبال الطوال السود وكذا قال غيره وقال ابن جرير والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا أسود غربيب يعني حالك السواد فالمهم أن الجبال فيها بيض وفيها حمر وفيها مختلفة الألوان طبعاً قوله بيض لا يشترض أن تكون أبيض كالجس لا إنما الأبيض الأصحب الذي لونه يكون فاتحاً قريب من البني كذا هذا يسمى أبيض يعني ليس بلازم أن ترى جبلاً كالجس الأبيض لا لكن هذا موجود بقدرة الله موجود الأنواع هذه ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك يعني خلق الله كذلك من الحيوانات والدواب كل ما دب على قوائم والأنعام من باب عطف الخاص على العام كذلك مختلفة الناس منهم أصناف منهم العرب والعجم والبربر والحبشة وإلى آخره منهم ناس في غاية السواد ومنهم ناس في غاية البياض والعرب بين البياض والسواد ومنهم كذا ومنهم كذا بأمر الله سبحانه وتعالى لهذا قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين كذلك الدواب والأنعام مختلفة طبعاً ولا تفضيل للون على لون ولا جنس على جنس إلا بالتقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم مختلف ألوانه كذلك ولهذا قال إن مختلف ألوانه كذلك إن ما يخشى الله من عباده العلماء أي إن ما يخشى الله حق خشيته هم العلماء العارفون بالله العاملون بعلمهم لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أخشى وذكر ابن جماعة أن الله تعالى قال هنا إن ما يخشى الله من عباده العلماء وقال في سورة البينة أولئك هم خير البريّة ثم قال في آخرة ذلك لمن خشي ربه فأقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البريّة فتبين بهذا يقول أن العلماء هم خير البريّة لاحظتم الاستنتاج ها؟ نعم وقد يعني هنا إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن عباس الذين يعلمون الله على كل شيء قدير والمقصود بالعلماء هم العاملون بعلمهم قال ابن مسعود ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية وقال عمر كفى بخشية الله علما ولما قيل للإمام أحمد بن حنبل إن ذكر له مكحول الشامي الزاهد العابد فقال رجل ذاك قصير العلم فقال الإمام أحمد حسبك وهل يراد لما ذكر له عفوا معروف الكرخي فقيل له قال له رجل ذاك قصير العلم قال الإمام أحمد حسبك وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف أو قال حسبك بما عنده من العلم عنده خشية الله فخشية الله هي العلم ليس العلم الهذر وكثرة القيل والقال والقدرة على المنطق والكلام أو سرد الأسانيد العلم هو خشية الله سبحانه وتعالى وعمل الإنسان بعلمه هذا هو العلم قال أحمد بن صالح المصري الخشية لا تدرك بكثرة الرواية وأما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو في الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويله قوله نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه وقال سفيان الثوري كان عن بعضهم قال كان يقال العلماء ثلاثة العلماء ثلاثة عالم بالله عالم بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله وخيرهم أولهم وشرهم آخرهم ثم قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة هنا إخبار من الله عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتاب الله وهو القرآن الكريم إن الذين يتلون كتاب الله ويعملون بما فيه ومما فيه إقاموا الصلاة ولهذا قالوا وأقاموا الصلاة ومما فيها النفع الإنفاق ولهذا قالوا أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يعني يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله لأن القرآن يشفع كما قال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان يرجون تجارة لن تبور وإي والله هذه هي التجارة كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه لا يقول هذه آية القراء هذه آية القراء فهنيئا لحامل كتاب الله هنيئا للتالي لكتاب الله سبحانه وتعالى كم من الآيات والفضائل وردت في فضل القرآن وأهل القرآن وقراء كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا توج قراءته بتدبر القرآن والعمل به ومعرفة تفسيره فهذا نور على نور وخير على خير يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم يعني هذه التجارة تجارة لا تضمحل ولا تزول ولا تفسد قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأ عنها الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ليوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور فهؤلاء المؤمنون الذين يتلون كتاب الله ويعملون بما فيه ويتدبرونه ويعرفون حلاله وحرامه يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم فيعطيهم هذا الثواب العظيم الذي وعدهم به بزيادة لم تخطر لهم على بال ويزيدهم من فضله إنه غفور لذنوبهم شكور للقليل من أعمالهم فهو سبحانه من أسمائه الغفور ومن أسمائه الشكور وهو الذي يشكر القليل من العمل ويضاعفه لصاحبه حتى يكون أضعافاً مضاعفة ومن قرأ حرفاً من كتاب الله فلو بي حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما جاء في الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك شكراً لكم